السلام عليكم أصدقائي إذن تشكيل منتخب جديد بعد الخسارة المزلة أمام الأردن أين عم الخسارة المزلة واعتزال أهم اللاعبين في منتخبنا الوطني هذا اللي عم يدور حاليا في مكاتب اتحاد كرة القدم هذا الحديث الأول والأخير بالرياضة السورية مطالب الجماهير حديث اتحاد كرة القدم السوري شو اللي عم يصير انت مبارح عم تحضر مبارعة كارسية لمنتخبنا الوطني وعملنا فيديو وحكينا أمام المنتخب الأردني طيب شو المطلوب؟ أنا حكيت أنه ما نزعجت من الخسارة إنما نزعجت من الأداء دكت قول لي ليش؟ ليش نزعجت من الأداء أكتر ما تنزعج من الخسارة؟ لأنه أنا بعرف هذا المنتخب مثل ما حكى العقيد عمر السومة أنه هذا المنتخب عم يتجهز لكأس آسيا نهائيات كأس آسيا 2023 لكن للأماني هذا المنتخب يلي عم يتجهز لـ 2023 كأس آسيا بهذا الأداء فأبشركم رح نتبهدر رح نتشرشح رح ينمسح فينا الأراضي رح ينمسح فينا آسيا بهذا المنتخب للأماني قولا واحدا ما إذا بتلعب 20 مباراة ودي إذا بتلعب 200 مباراة ودي لموعد نهائيات كأس آسيا بهذا المنتخب وبهي اللاعبين مستحيل أنك تطور نقطة انتهى طب ليش؟ شو السبب؟ إنه مشكلة لعبين منتخبنا الوطني مشكلة ذهنية نعم أولا العقيد عمر السومة ما بننكر تاريخ عمر السومة مع منتخبنا الوطني بكل تأكيد عمر السومة والمواس ما بننكر تاريخهم ومجهودهم مع منتخبنا الوطني بس أنت بتوصل لمرحلة بس خلص تحد هونه بس أنا وقت بعرف أن هدول اللاعبين بتاريخهم وبعطاءهم الكبير وأنا بعتبر شخصيا أنا بعتبر أنه عمر السومة أفضل لاعب مر على الكرة السورية أو من أفضل لاعبين شاء الله ما هنفوت بأسماء تاني من أفضل لاعبين مروا على الكرة السورية نجم، تاريخ، هداف إذا بدك تفوت على اليوتيوب أو على أي موقع أو على أي نادي كان عملعب فيه بتشوف له أهداف خورة فيه إنما أنت بتوصل لمرحلة أنه عمر السومة مع منتخبنا الوطني مشكلته زهنية ولا تنصد منزعبتلكم منتخبنا الوطني بحاجة طبيب نفسه نعم، مو غلط بحاجة طبيب نفسه ليطالع هاللعبين من الحالة الزهنية اللي عايشين فيها أنت وقت بتشوف عمر السومة العقيد، الخطاب، أبخطاب، الهداف يعني قلبي 16 مستحيل يضيع عمر السومة وتشوفه أمام الأردن عم يهدر كرتين واحدة على العرضة مستحيل أن يتضيع والثاني كان عم يتجاوز الحارس وعم يضيع مستحيل أن يتضيع فاعلم تماما أنه مشكلة منتخبنا الوطني ولعبين منتخبنا الوطني زهنيين فقط مشكلة نفسية وليست فني ولا إدارية ولا أي شيء بالمنتخب مشكلة اللاعبين بما فيهن نحن نحكي حاليا عمر السومة المواس عمر هربين سميناه هربين ما هربين لأنه دائما كل وديه يهرب هذول اللاعبين حتى محمد وإياز عثمان هذول اللاعبين مشكلتهم زهنيين مشكلتهم نفسية ليش؟ هلأ لاعب بحجم عمر السومة دائما مطالب بالتشجيل دائما مطالب بالإنجازات أنت وعدك تشوفه بالتصفيات الأسوية فعلا يعني قولا واحدا أداء منتخبنا الوطني كان بخزة أداء منتخبنا الوطني كان كارثة وهذا الشيء اللي خلى عمر السومة يحط على عاطقه أنه أنا لازم أدم شيء للمنتخب قبل ما أعتزل كيف نعمل بطولة كأس أسهي الأخيرة إلى دوليان وبعدها رح تزل هاي بحد ذاتها صار فيك مثل الطالب يلي كل مرة بقدم امتحانه بيرسب أدم امتحان رسب أدم امتحان رسب رسب بعدين الامتحان الثالث أو الرابع لو حافظ حافظ المادي بصم فرح يرسب لأنه شغلته أو مشكلته نفسية أو مشكلته زهنية ما نمركز خلاص صار عنده شيء فوبيا أسما أنا ما رح ينجح وهذا بالضبط لح مصير مع عمر السومة فعلى منتخبنا الوطني وإدارة منتخبنا الوطني والتحاد كرة القدم يتنبهوا لهذا الشيء نحن ما عنا غير حل وحيد وهو تشكيل منتخب جديد من الآن نحن حاليا نحن ما عنا وقت أبدا لازم نرجع للصفر أنت عم تحكي بالشهر السابع تقريبا رح 2023 كأس آسيا للرجال نهايات كأس آسيا يعني نحن عاليا بالشهر العاشر تقريبا يعني أنت عم تقول ما يقارب لعشرة الشهر بتبلش البطولة بهذا منتخب والله إولاب عشر ستين توصل للأداء والنتيجي مستحيل عم قول لك مستحيل فعلى اتحاد كرة القدم السوري شكل كادر تدريبة أجنبة بقيادة مدرب أجنبة ممكن يكون المساعد محلة مثل ما صار منتخب الشباب كان بعد مو الأمانة لوحة رائعة وبتشكرون مرة ثانية منتخب رائع ونحن نجيب اللاعبين الشبان نحن بالرقم واحد منتخب من الوطن لازم يكون عنا انسجام بين خطوط الثلاثة كمدافع لاعب وسط لاعب هجوم خلص المواس عمر السومة عمر هريبين محمد وإياز عثمان عمر ميدانه هذا الأهم إبراهيم عالمي خلص هاي أسماء يعطيكم العافي عملتوا اللي عليكم وأكتر جماهير منتخبنا الوطن بتتشكركم نقطة انتهى نحن منتشكركم ما انه نقول نحن هدول اللاعبين لازم يعتزلوا معناه انه نحن ناكرين جميل بكل تأكيد لا هاي رياضة هاي كرة قدر انت توصل لمحل كلاعب ما عد فيك تقدم دوليا هلا في بعض الأشخاص ريح يقولوا ليه هدول الأسماء عم يأبدعوا ما عندي توني أكتريت اللاعبين بتظل مستمرة عم تلعب محليا أو مع نادية دوليا تعتزل ليش؟ لأن اللعب مع المنتخب شيء واللعب مع النادي شيء آخر فبتمنى من الأسماء اللي ذكرت انه تعملوا اعتزال جماعي خلص نقطة دهم ونحن نرجع نحتمد على الفراق اللاعبين الشابين هلا إذا نحن نحكي عمار مناب في رمضان شفنا كان عم يزل بالشوطة نعم حرك الفريق كاسكاو ريحاني علاء الدالي عبد الرحمن ويس بلال حلبوني للإصابة عفوا وملهم بابولي بلال حلبوني للإصابة نحن نحن نحكي بلال حلبوني وملهم بابولي بلال حلبوني للأسف طلع معهم تمزق بالرباط صليب الأمامة أو قطع لا سمح الله مبدئيا هو تمزق الغياب رح يكون طويل بالنسبة لللاعب بلال حلبوني طيب نحن عم نذكر وعننا حسام عايش نحن نحن عم نذكر أسماء محترفين واعدي لمنتخبنا الوطني طب أنا ليش ما بعتمد على هاي اللاعب وبشيل الأسماء الرناني يلي للأماني وصلنا لمرحلة خلص أعطيكم العافي انتوا عراسنا من فوق والله فضلتوا علينا فضلتوا على المنتخب بس لحد هون بس المنتخب فوق الجميع برزع بيدو كرر للمرة المليون بهيك منتخب أتحداك أتحداك تعمل نتائج بنهائيات كأس آسيا تحدي أنا وياكون مستحيل بهيك أسماء إذا رح تستمر للمنتخب نحن عم نضيع الوقت على الفاضي بس ولو تفوقت نهار تانية على العراق رح نعمل فيديو تاني ونحكي فيه ببطولة العردن ودي لو تفوقت على العراق هذا ما بيعني أنه منتخبنا نجيح أو منتخبنا جاهز بكل تأكيد لا نحن بحاجة أنه نريد أن نشتغل من الصفر من تحت الصفر بمنتخب شاب بأداء جماعي أنت الأمانة بوجود السومة بوجود المواس بوجود عمرو ميداني عمر هريبين أعياذ عثمان محمد عثمان كثير اللاعبين عم تشوف النزعل الفردية بالمنتخب كل اللاعب بدي لعب لأسمه برجع بعيد بكرب شو ما حد يزعل مننا بس لحد هون وبس منتخبنا بحاجة إعادة إعادة بناء ما بدو يمكن حكيت أنا من نقطة الصفر من تحت الصفر ما حصل غلط على اللاعبين وما حصل غلط على على بعضنا يعني بالنهاية أنا حكيت وجهة نظر أنت فيك تحكي وجهة نظرك أنا حكيت شو المطلوب من منتخبنا الوطني وشو هي الأهداف اللي رح نحطها قدام عيوننا لحتى نوصل لمنتخب صدقوني غير هيك ما رح يمشي الحال سدوني أكبر دليل بطولة كأس العرب إذا بتذكروا وأكبر دليل مباراتنا بتصفيات الأسوية أمام لبنان أمام العراق مع غياب المحترفين تحسن الأداء لأن المشكلة برجع وبكرر نفسية وزهنية لللاعبين أنا خلاص لازم أقدم أنا قبل ما أعطزل السماء لازم أقدم بنهاية فيديو اليوم اكتب لي برأي رأيك وبكومنت بتمنى أنك تشاركنا رأيك وتكتب من الإنبهار اللي شفتوا من الشيء اللي ما كنت متوقع أن يشوفوا اليوم اليوم أخذت ابن صغير عدنان إبراهيم طبعا كان عندهم مبارا مبارا نادة لعمر 5 سنين من 5 إلى 6 إلى 7 سنوات بطولة صغيرة مصغرة عبارة عن 6 فراء بيعبوا مع بعضهم بوجود الحكام بوجود المدربين تفاجأت بالتنظيم تفاجأت بالأمان بنظافة المشالح بالتنظيم بالاهتمام يعني بيعطوه للعب طأم شورت إجرابات هاي الطويلة كسارات عشان يحسسوه يحببوه بكرت القدم لمجرد الطفل الأماني أطفاله لمجرد لبسوا الطأم بسط وصار رقض وصاروا دلعب كرت القدم هذا اللي بيحكي فيه أنا دائما منزلت فيه منشور على فيسبوك عن الاهتمام بالقواعد بالكرة السورية من هون بتبلش شوفوا بأوروبا عم يهتمونك بولد عمره 5 سنين عم يشجعوه عم يعلموه أنتي وأنا حضرتها حضرت هذا الشي وكنت عم أحضر اليوم عم يعلم الطفل أنه أنا بالحالة الدفاعية عم يعلم الولاد وين لازم توقف بالحالة هجومية وين لازم توقف شلون لازم تلعب أسس لارفقك شلون لازم تلعب باص تخيلوا وين ونا هيك عن هذا كله وعملين لهم أجواء لحتى هن يحبوا كرة القدم الطفل بالأساس لازم يحب كرة القدم حتى يمارسع بس للأسف نحن لعمر الخمس سنين أو ست سنين أو سبع سنين بروح بلعب للآن بذكر روح بلعب يمكننا على البلاط وما في أي تجهزات نحن بعيدين كل البعد عن الاحتراف هذا نموذج صغير من اللي شفته اليوم بألمانيا دعم الأطفال الصغير بتمنى أنه نحن يعني شغلات بسيطة كنزي هلأ يمكن أنا عم قول شغلات بسيطة والله اللي تقدم اليوم لصغار عمره خمس سنين ما متقدم لمنتخب أول للرجال في سوريا نهاية فيديو اليوم لا تنسوا قناتنا من لايك كومنت في حيزة الجرس لما يحضرنا على الفيسبوك تابعوا على الصفحة وأنا أقول لكم كونوا شكري تمانا دائما نضلع أخي السلام عليكم